الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في عامين بفعل زيادات كبيرة محتملة للفائدة مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة صعد إلى 99.778 وهو أقوى مستوى له منذ أواخر ماي 2020 الدولار احتفظ بمكاسبه مقابل العملة اليابانية وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعاً بـ 0.1% إلى 123.78 ولم يطرأ أي تغير يذكر على الأورو مقابل الدولار بعد أن هبط لأدنى مستوى في شهر بفعل احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا وتعرضه لمزيد من الضغوط من الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا